دلوقتي بقى نبتدي مع حضراتكم جولتنا الصحفية حنروح من خلالها على مقر جريدة الشروق والزميلة العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر الأخبار وأهم المنشتات الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة مريم صباح الفل عليك تفضلي طلي علينا بقى منشتاتك الحلوة صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة وزي ما انت ذكرت بالضبط يا كريم من داخل مقر جريدة الشروق هيكون معانا عدة عنوين في مختلف الصحف الصدرة صباح اليوم الثلاثاء ويمكن متشابهة إلى حد ما مع جولتنا الصحفية أمس كل الأمور المتعلقة بالمنتخبات والمجموعات الخاصة ب تصفيات أو منافسات كأس الأمم الإفريقية البداية من صحيفة الشرق الأوسط الجزائر تستهل الدفاع عن لقبها بلقاء سيرليون ومواجهة ساخنة بين مصر ونيجيريا تستهل الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس الأمم الإفريقية عندما تواجه سيرليون اليوم في دولة فيما تشهد الجولة الأولى من المجموعة الرابعة مواجهة نارية بين مصر ونيجيريا وأخرى متوازنة بين السودان وغينيا بيساو وتعد الجزائر بقيادة نجمة منشاستر سيتيال إنجليزي رياض محرز أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقبها حيث لم تهزم في آخر 34 مباراة توليا وهو رقم قياسي لمنتخب إفريقي حيث بدأ الجزائريون هذه السلسلة المذهلة بالفوز على توجو بنتيجة 4-1 في نوفمبر 2018 ومن موقع الشروق قائد نيجيريا كأس الأمم الإفريقية 2021 هي البطولة الأخيرة ليه مع المنتخب أعلن قائد ومهاجم منتخب نيجيريا أحمد موسى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ستكون الأخيرة له مع النصورة الخضراء قبل بداية مشوارهم اليوم الثلاثاء أمام مصر وتحدث موسى البالغ من العمر 29 عام قائلا أعتقد أن هذه هي آخر بطولة في كأس أمم إفريقيا مع نيجيريا إن شاء الله وتابع لقد تحدثت مع زملائي حول أهمية هذه البطولة وأن اللقب قد يكون الهدية الوحيدة التي يمكنهم تقدمها لي في نهايتها وأخبروني بأنهم مستعدون وأول بطولة لأحمد موسى في بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت عام 2013 في جنوب إفريقيا وفازوا وقتها باللقب ومن الرياضية بعد 42 عام المغرب تهزي شباك غانا عاد سوفيان بوفال لاعب منتخب المغرب الأول لقرة القدم منتخب بلاده إلى الفوز على غانا بنتيجة 1-0 أمس في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا ويعد هدف بوفال الأول للمغرب في مرمى غانا في النهايات القرية منذ خالد الأبيض عام 1980 في دور المجموعات وثقر المغرب اللي خسرته أيضا أمام غانا بنتيجة 2-0 في دور المجموعات للنسخة واللي استضافها منتخب النجوم السوداء عام 2008 محققا فوزه الثاني على الأخير في أربع مواجهات بينما حيث تعادل سلبا عام 2002 في مالي وأخيرا من روسيا اليوم قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بات منشاستر يونايتد آخر المتأهلين إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم بفوزه الصعب على أستونفلا بنتيجة 1-0 أمس الثاني في ختام الدور الخامس وأجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 وجاءت سهلة لجميع كبار أندية الدوري الإنجليزي وتقام مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الرابع وحتى السابع من شهر فبراير المقبل دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة في مختلف الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر جارية الشروق بشكرك جدا يا كريم اتكلم عليك مرة أخرى كل الشكر لك زمنتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية وإن شاء الله نشوفك على خير في تغطيات صحفية جديدة تغطيات صحفية جديدة تغطيات صحفية جديدة تغطيات صحفية جديدة تغطيات صحفية جديدة